حيث تبين لنا أنه ليس هناك دليل للبراءة حكمت المحكمة حضورياً على المتهم لمين حداد سيد القاضي المتهم بريء وإنا عندي دليل براءة سكيت هدوه مفضلكم أعطينا هويتك سيد القاضي مش مهم ما نشكو المهم لأنا عندي الدليل الوحيد والقاطع على براءة لمين حداد خذ من عندها المستندات سيد القاضي المستندات هذي تمثلي من شرفي وسمعتي كامراء وأخلاقي ما تسمح ليش بش نكشفها قدام الحضور لذلك أنت سمح تشوفها وحدك هذا شي غير قانوني دليل براءة ينبغي أن يطلع عليه المحامي والمستشارين أنا ما نجمش نخو أي قرار واحد حضرتك سيدة القاضي رياض المنصر يعني بعد ثلاثين سنة خبرة حتى حد ما ينجم يشكك في نزاهتك في أخذ القرارات الصائبة كما سبق وقلت سيد القاضي المستندات هذي تمثلي من شرفي كبشرق بل ما يكون كامراء ما نجمش نكشفها قدام الناس الكل إذا كان ماكش موافق بش تشوفوا وحدك فبش تزني الروح والدليل معي ويدخل متهم باريء لسجن إذا هذا يرضيك فنستأذنك نخرج ملقع وشكرا فضل قد سكيد سيد الرئيس ما عنديش تليل براءت المتهم أما عندي ثمن براءت شيك سيختفيه مليون دولار باسمك مليون دولار باسمك بناء على ما تقدمت به الشهدة من وثائق ذات صلة بقضية الحال والمتمثلة في مسك وتزوير وثائق رسمية وتهريب أموال إلى الخارج بعد النظر والتدقيق وتحقق حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم لمين الحديد وعدم سماع الدعوة سيد القاضي سيد القاضي سيد كما قلت لك أكثر من مرة الدليل يمس بكرامتي وتوام بعد ما شفته وطلعت عليه وحكمت بالعدل ماذا بيا لو كانت رجعلي لأوراق كيفش؟ رجعلي تدوسي عايشك مو ممكن الوثيقة هذه هي الدليل الوحيد لبراءة المتهمة يلزمها تبقى في المحكمة في ملف القضية لو كان الدليل بش يقعد على ذمة المحكمة كيمة تقول سيادتك يعني يفهم ناس أخرى بش تتطلع عليه وموش بعيد يوصل أخبار للصحابة يعني الدليل بش يتكشف وسمعتي بش تتمس في كل الحالات هاوك عليش؟ أنا مستعدة اليوم وفي اللحظة هذه نتخلى على سمعتي وكرامتي قدام الناس الكل يتعطيني دوسي يتوريه قدام الحضور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر